ترجمة نانسي قنقر مثل ما تعد مملكة البحرين وجهة سياحية لعديد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولدول المنطقة ككل تمضي هي أيضا إلى تنفيذ العديد من الرؤى بعيدة المدى والهدفة لاستقطاب السياحة العلاجية خصوصا مع التطور الطبي الملحوظ الذي تشهده ديرة أرض الخلود في إطار خطة حكومية تتشارك في ترجمتها على أرض الواقع عديد الجهات الرسمية لتفعيل السياحة العلاجية بأدق تفاصيلها عبر تطبيق برنامج الطبيب الزائر بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ومع التقدم الحاصل والمستمر في القطاع الصحي البحريني يواصل المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة بزيادة حجم التعاون مع مقدمين خدمات العلاجية بالخارج من أجل استقطاب أطباء زائرين مختصين وذوي خبرة لعلاج المرضى وتدريب الكوادر العاملة في مختلف التخصصات بالمملكة وذلك لن يتأتى إلا من نافذة برنامج الطبيب الزائر الذي سيسهم بدوره في تطوير عدد من الخدمات العلاجية المقدمة أمام المواطنين والمقيمين في البحرين بدلا من السفر إلى الخارج لتلقيها برامج واستراتيجيات وضعت في بيئة نشاط وزارة السياحة لتنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة فالعلاقة تكاملية بينهما إذ أن وزارة الصحة لا تألو جهدا في توفير علاجات غير موجودة لمتلقيها في المنطقة ككل وفي المقابل تحابب وزارة السياحة كل المعطيات المرتبطة باستراتيجية قطاع السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 والتي تعد السياحة العلاجية إحدى ركائزها وعنصرا أساسيا من عناصر الترويج السياحي للمملكة ورافدا مهما لتحقيق الأهداف التلموية الطموحة لهذه الاستراتيجية لتلوزيون البحرين محمد الشدات